يواصل النظام السوري مدعوما بميليشياته وحليفته روسيا حملته الشرسة على محافظة إدلب التي بدأها قبل أيام حملة حصدت حتى اليوم أرواح عشرات السوريين في المحافظة وشردت مئات الآلاف منهم وخلال الساعات القليلة الماضية سيطرت قوات النظام السوري على بلدة جرجناز التي تقع شرقي معرة النعمان بعد أن استبقت القوات تقدمها إلى البلدة بقصف عنيف طال مناطق جنوب شرقي إدلب كما سيطرت قوات النظام مدعومة بالطيران الروسي على بلدة تلمنس التي تبعد نحو خمسة كيلومترات عن معرة النعمان بالإضافة إلى السيطرة على قرية الغدفة شمالي جرجناز واقع الحال في إدلب يؤكد أن الوضع فيها يذهب نحو كارثة إنسانية فقد ازدادت موجة لجوء السوريين باتجاه الحدود التركية بشكل كبير تزامنا مع تكتيف الطيران الروسي غارته على مناطق خفض التصعيد وتحديدا مدينة إدلب وأريافها فيما ازداد عدد القتلى والجرحى المدنيين من جراء هذا القصف بالإضافة إلى قصف قوات النظام وميليشياتها التي نفذت عمليات برية سيطرت خلالها على عشرات القرى منظمة منصقي لاستجابة العاملة في الشمال السوري قدرت عدد النازحين منذ بداية الحملة العسكرية لنظام الأسد وحليفه الروسي على المحافظة بأكثر من مائتي ألف كما وثقت مقتل أكثر من مائتين وخمسة وعشرين مدنيا بينهم عشرات الأطفال بالقصف السوري والروسي على إدلب منذ بداية تشرين الثاني الماضي وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أنها أجرت مفاوضات السبت الماضي لتثبيت هدنة إنسانية مدتها ست ساعات لإتاحة الفرصة أمام المدنيين للخروج من المناطق المتضررة عبر ممر آمن إلا أن طيران النظام وروسيا لم يلتزم بالهدنة المعلنة وواصل القصف ما فقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها عشرات ألاف النازحين في إدنة ترجمة نانسي قنقر